نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الأكارم والأخوات الطيبات ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء حلقة اليوم حلقة مفتوحة لكننا خصصناها لاستيعاب الأسئلة الكثيرة التي جاءت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالبرنامج وقد تكاثرت حتى استحقت أن تكون لها حلقة مستقلة ضيفنا الذي سيجيب على هذه الأسئلة وفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة فأهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ أهلا وسهلا بكم ووحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب أمين فضل الشيخ كلمة المحتسب كثيرا ما تتردد في كتب الفقه و كثيرا ما ينظر لها أيضا و لها تطبيقات معينة يسأل محمد العميري هنا في الفيسبوك على من يطلق هذا المصطلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوى أما بعد فإن الاحتساب هو تعبير يطلقه فقهاؤنا للدلالة على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلا مبالغة إذا قيل بأن الاحتساب إنما تعني الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على اختلاف درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و على هذا فإن المحتسب هو القائم بأمر الناس بالمعروف و نهيهم عن المنكر و هذا المحتسب لا بد أن يكون عالما ثقة عدلا و أن يترفق بالناس في نهيهم عن المنكر و في أمرهم بالمعروف طبعا مع شروط التكليف المعروفة من البلوغ و الحرية و العقل و قد يكون الاحتساب في أمر خاص كالاحتساب في أمر اليتيم الذي لا ولي له و يكون أمر الناس شتاتا فينتدب أحد الصلحاء العدول الثقات العلماء نفسه لرعاية أموال اليتيم و صونها و حفظها فهذا نوع من الحسبة في أمر خاص و قد يكون الاحتساب في أمور عامة مما يتصل بمنافع الناس كصون الأسواق و ضبط الأوقاف و بيت المال و إجراء التعازير على المستحقين عند القدرة بما لا يجلب مضار أعظم من المصالح المتوخة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد ترتفع درجات الاحتساب بحيث يكون المحتسب قائما بشأن عموم أحوال الناس في المجتمع و ذلك عند انعدام إمام عدل أو قائم بأمر الناس يسوسهم و ينظم لهم أمور حياتهم و يبسط فيهم العدل و يقيم فيهم الحكم و يضبط لهم معاملاتهم فحتى لا تكون حياة الناس فوضى فإنه يمكن لمن تحققت فيه الشروط السابقة و لم يوجد غيره ممن هو أولى منه و أفضل أن يحتسب في جملة واسعة من أمور الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هناك تفصيلات كثيرة تتصل بالاحتساب و بكيفيته و بشروطه و ببعض التفريعات و الجزئيات و لا أظن أن السائل يبحث عنها في هذا السياق لكن قد نحتاج نحن إليها ما ذكرتموه الآن من الوظائف تكاد تكون هي وظائف المسلم بشكل عام أو في شكلها التجزئي فهل الاحتساب سيضيف قيمة أخرى لهذا الذي سيقوم بهذا الأمر أما الاحتساب في الأمور الخاصة كالاحتساب داخل الأسرة أو احتساب السيد على عبده أو على عبيده أو احتساب ذوي السلطة حينما يمكنه الحاكم من ذلك فهذا نوع خاص من الاحتساب و هذا يشترك فيه الناس جميعا و تتفاوت مراتبهم في هذا الاحتساب و الأصل فيه مأخوذ من قول الله تبارك و تعالى و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و الأصل فيه كل الأدلة الواردة في كتاب الله عز و جل و في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مما يتصل بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و في صدارتها حديثه الصحيح عليه الصلاة و السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان لكن الاحتساب قد يكون في الأمور العامة كالأمور المتصلة بالأسواق و الأوقاف و أموال الأيتام و ولايات التزوج لمن لا ولي لها و يعدم الحاكم لا يكون في المجتمع حاكم فلا يصح أن تترك هذه الأمور العامة هكذا دون رعاية و دون تدبير نعم فيقوم بمثل هذه الأمور من تحققت فيه شروط التكليف الشرعي مع العدالة و العلم و أن يكون ثقة و أن يكون مترفقا في أمره و نهيه الأصل فيها فضل الشيخ أن تكون أن يكون عملا لله من دون مقابل مثلا نعم هذا هو الذي يوجد عند أصحابنا الإباضية نعم فهم يرون أن الاحتساب إنما يبتغى به وجه الله سبحانه و تعالى و انتداب المرء نفسه أو تكليفه من قبل ولي الأمر إنما هو من الشؤون الدينية نعم من العبادات التي يتقرب بها المرء لله عز و جل لأنه آمر بمعروف ناه عن منكر لكن يوجد أيضا عند المذاهب الأربعة أن الحسبة إنما تكون بتوظيف بتولية من قبل ولي الأمر عادلا كان أو غير عادل فلا يصح أن تقوم إلا بناء على هذه التولية و لذلك عدوها من ضمن الولايات التي يكلف بها ولي الأمر من شاء من رعيته نعم طيب فضل الشيخ نسألوا سؤال أخيرا في هذه القضية المحتسب ربما يعني مصطلحاته في هذا العصر تكاد تكون مختفية ربما استبدل بمصطلحات أخرى لكن في بعض الأحيان قد تجد نوعا من هذه التطبيقات في البلدان أخرى المحتسب في بعض الأحيان قد يجد أناسا لم يذهبوا إلى الصلاة في وقت الأذان فيضيف إلى وظيفته غيرته لله كما يقول و انفعاله فيسوق الناس قسرا إلى الصلاة هذا النوع من الفعل هل هو من جملة وظائف المحتسب أم هو من طبائع الناس الأصل فيه أن يكون من ضمن ما يعنى به المحتسب لكن كما أن للمحتسب شروطا فإن في المحتسب فيه شروطا أخرى و لذلك قال علماؤنا أن من شروط المحتسب فيه أن يكون المنكر منكرا مجمعا عليه و أن لا يكون هناك محمل حسن لذلك الفعل الذي يرى هذا الذي يرغب في الاحتساب أن يحتسب فيه فترك الصلاة مثلا في ظاهر الأمر قد يكون لأن هذا الذي يرى قد يكون مسافرا و قد أدى الصلاة أو أنه يجمع جمعة أخير و كذا من رأى آخر يأكل في نهار رمضان و هذه من الأمثلة التي يمثلون بها فلعله من ذوي الأعذار كأن يكون مريضا أو مسافرا ترخص فأفطر في صيامه ذلك فلا بد أن يكون الأمر المحتسب فيه في هذه الحالة من الأمور المجمع عليها و أن يكون هذا القائم بالاحتساب عالما بذلك و لهذا فإننا نجد أن من علمائنا المحققين و الشيخ المحقق الخليلي رضوان الله تعالى عليه حينما ذكر شروط المحتسب و المحتسب فيه و شروط الاحتساب أشار بعبارات واضحة إلى ندرة وجود أمثال هؤلاء في المجتمعات و قال أنا لنا بمثل هؤلاء العلماء الأفداد الثقات العدول الذين يميزون بين الحق و الباطل و بين ما فيه سعة من عذر و ما يحتسب فيه إذن هناك شروط في المحتسب فيه لا بد أن يكون المحتسب نفسه على دراية بها هناك نوع خاص من الاحتساب و هو رفع الأمر إلى القضاء حسبة بمعنى أن لا يكون هو من أطراف القضية المتضررين منها مباشرة لكنه فرد في المجتمع يصيبه ضرر ذلك المنكر بصورة غير مباشرة فله أن يرفع دعوة لدى الجهات القضائية و تسمى دعوة حسبة فهو في هذا الشأن الخاص محتسب أيضا و هذا لا زالت الأنظمة و القوانين ترعاه و تحفظه صيانة لنظام المجتمع ربما ستكون لنا حلقة أيضا مستقلة في هذا الموضوع لمزيد من التفصيلات خاصة و نحن في مجتمعات تكثر فيها التطبيقات الخاطئة أحيانا أو يتصدر لتناول مثل هذه الوظائف من ليس لها أهل هناك للأخ محمد العمير سؤال آخر يسأل فيه عن المال الذي عزل للحج هل تجيب فيه الزكاة؟ نعم تجيب فيه الزكاة طالما أنه لا زال في ملكه و لم يخرجه لنفقة حجه و حال عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه مع سائر أمواله و الله تعالى أعلم يقابل هذا أو في مثل هذا أيضا له سؤال آخر المال الذي لم يقسم بعد على الورثة و مضى عليه الحول هل فيه زكاة؟ في هذه المسألة التفصيل فإن هذا المال الذي تركه المورث إن كان قد حال عليه الحول و لم يزكه إذن وجبت الزكاة عليه في حياته و لم يزكه بعد فإن على ورثته على القول الراجح الصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن يخرجوا زكاة هذا المال لأن الزكاة قد وجبت فيه لكن مالكه لم يتمكن من إخراج هذه الزكاة سواء كانت هذه الزكاة لزكاة ذلك العام أم علموا أنه لم يزكي للسنوات السابقة نعم و ذلك لأن الزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء فموت المزكي لا يؤثر في هذه الحقيقة هو حق للفقراء في مال الأغنياء و قد وجبت هذه الفريضة في مال هذا الغني إلا أنه لم يخرج زكاة هذا المال نعم هذه هي الصورة التي يسأل عنها الناس كثيرا و الحكم فيها واضح لكن إن كان هذا المال الذي تركه المورث لم يحل عليه الحول في حياة هذا المورث و لم يقسم الوراث هذا المال ظل ملكه مشاعا بينهم حتى حال على هذا المال الحول فللعلماء خلاف في هذه المسألة فقيل بأنه يزكى زكاة المال الواحد نعم لأن ملكهم له على سبيل الشيوع لا على سبيل التخصيص بحسب أنصبتهم في الميراث و بالتالي فإنه يعامل معاملة المال الواحد و منهم أي من العلماء من يرى بأن كل واحد منهم يعد نصيبه يقدر نصيبه من التركة و يضيفها إلى ماله الذي عنده و يزكي هذه الأموال زكاة ماله نعم إن كانت الزكاة واجبة عليه تحققت عنده شروطها ففي هذه الحالة يزكي مقدار نصيبه مع جملة أمواله نعم و منهم من لا يرى الزكاة و هم الأقل من الفقهاء و لذلك نحن ننصح دائما بالتعجيل في قسمة الميراث لا من أجل الزكاة فقط و إنما لأن هذه حقوق و هي حقوق للعباد و حقوق العباد في الغالب مبنية على المشاحة نعم كما أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة و المشاحة المقصود بها في هذا السياق أي أنها مبنية على أدائها و على استفائها و على حسن قضائها لمستحقها نعم فلذلك ننصح دائما الوراث بأن يبادروا إلى تقسيم التركة و أخذ كل منهم ما يستحقه من ميراث مورث نعم لكن مع هذا إلى قيل بأن الصورة في المسألة التي يسأل عنها السائل هنا هي الصورة الثانية و هو أن هذا المال تركه المورث نعم و كان ذلك في أثناء الحول لم تجب الزكاة عليه حالة لم يجب إخراج الزكاة عليه حالة حياة المورث و إنما آل إليهم بعد موته و تركوه هكذا دون قسمة حتى حال عليه الحول فإن الأحوط إخراج زكاة هذا المال و معاملته معاملة المال الواحد نعم و ذلك أيضا لنفس الاعتبار السابق الذي ذكر سابقا و هو أنه حق أن الزكاة حق للفقراء و بعد الوفاة بعد وفاة الميت فإن هناك مدخلا أيضا لحق من حقوق الله عز وجل باعتبار الزكاة فريضة من فرائض هذا الدين و باعتبارها ركنا أو بعدها ركنا من أركان هذا الدين فهذا اعتبار آخر لا بد أن يضاف إلى أموال الزكاة أو إلى أموال المورث بعد وفاته نعم فلأجل هذا تزكى هذه الأموال بعد وفاة المورث نعم و الله تعالى على طيب فضلت الشيخة يعني في بعض الأحيان يعلم الوراث من أحوال مورثهم أنه لم يزكي ذلك المال لسنوات عديدة هل يلزمهم أن يزكوا أيضا تلك السنوات هذه المسألة فيها خلاف نعم فمن العلماء من يرى بأن هذا المورث قد قدم إلى ربه و قدم إلى ربه بما قدم من أعمال فلا يلزم الوراث بإخراج ما فرط هو فيه نعم و منهم من يرى بأن إن علموا إن تحقق عندهم العلم بأن مورثهم لم يؤدي زكاة الأموال السابقة زكاة السنوات السابقة لأمواله فإنه يلزمهم في هذه الحالة إخراج زكوات تلك الأعوام التي لم يؤدي فيها مورثهم الزكاة نعم و الحقيقة أن العلم بذلك ليس بالأمر اليسير أي أن يتحققوا أنه لم يؤدي زكاة ماله لأن ليس كل أحد يؤدي زكاة ماله علنا صحيح أن الأصل في زكاة الأموال أن تعلن و أن يفصح عنها صاحبها لكن لا يلزم أن يكون ذلك عند أسرته و عند أوليائه و وراثه نعم قد يكون غيرهم اطلع على أنه مؤدي لزكاته و بالتالي لا يلزمهم البحث عما إذا كان قد أدى زكوات أمواله فيما مضى عليه من سنوات أو لم يؤدي إن علموا فإن الخلاف داخل في هذه المسألة كما تقدم و الأحوط أن يؤدوا زكوات هذه السنوات التي تحقق عندهم أنه لم يزكها أنه لم يزكها خروجا من الخلاف أولا و برا بميتهم ثانيا و أداء لحقوق الفقراء كما تقدم نعم اللهم إلا إن علم منه إنكار أداء الزكاة لأنه لا ينتفع من ذلك أبدا و قد قدم إلى ربه و مولاه نعم سنعود إلى سؤاله الأخير و لكن الأخ منذر المقبال الآن يطرح سؤالا عن شركة اتصال تطلق هذه المسابقة أو هذه الدعاية إن صح التعبير تقول فيها عزيزي المشترك أنت من بين مشتركين الذين بإمكانهم أن يربحوا واحدا من الشيكات الـ 62 المذهلة نقدم ريالا في كل يوم و عشرة ريالات في كل شهر استفد من هذا العرض ببساطة أرسل نعم إلى كذا كذا و شارك الآن قيمة المشاركة 400 بيس لكل رسالة فإذا يبعثون هذه الرسائل لأجل الدخول للحصول على هذه العوائد نعم لا هذا من القمار هذا من القمار المحرم في هذه الحالة لو كانوا يدفعون قيمة هذه الرسائل التي يشتركون فيها في مقابل الحصول على خدمات بمقدار ما يدفعون فلا إشكال حينئذ أما أن يدفعوا هذه الأموال لأجل الدخول في هذه المسابقة أو في هذه السحوبات ثم بعد ذلك هم يطمعون أن يحصلوا على العوائد و القوائز فهذا هو القمار المحرم شرعان فلا يصح نعم الاستثناء هو أن تكون هناك مسابقات و أن تكون الجهة هناك جهة لا تدفع شيئا من المال و هي داخلة أيضا في السحوبات و أن تكون أموال جوائز من غير هذه الأموال التي يشتركون فيها أو أن يكون اشتراكهم هو في مقابل حصولهم على خدمات على تطبيقات أو برامج أو مكالمات أو غير ذلك من المنافع التي تقدمها شركة الاتصالات في حدود المبلغ الذي دفعوه من أجل قيمة الرسالة التي يبعثون بها للدخول في السحب و كأنها تجميع نقاط مثلا أن يكون تجميع نقاط أو مباشرة هناك حزمة من الخدمات تقابل أربعمائة بيسة إذا كان قيمة الرسالة أربعمائة بيسة تقابل هذه القيمة نعم لكنهم باشترائهم بشرائهم لهذه الحزمة من الخدمات يدخلون في سحوبات و كأن هذا عرض يعني آخر نعم ففي هذه الحالة لا إشكال أما أن يدخلوا بهذه القيمة الزهيدة بالنظر إلى قيمة الجوائز فهذا هو القمار المحرم طيب فضلة شيخ يعني المعتاد أن الرسالة بعشر بيسات لو كانت هذه المسابقة قيمة الرسالة فيها عشر بيسات كما هو المعروف هل أيضا تعد قمارا في هذه الحالة يعني ينظر بالنسبة للمشارك إذا كان يبعث بهذه الرسائل لقصد الحصول على الجوائز لا لغرض آخر و هذا هو الظاهر يعني أن هناك رقم خاص جعل لأجل بعث هذه الرسائل للدخول في السحوبات و بالتالي لا يتصور غير هذا أيضا يعني هذه مسألة في هذه الحالة تكون افتراضية لا يتصور أبدا و واضح بالنسبة للجهة شركة الاتصال في هذه الحالة أنها تريد أن تتمول من هذه الرسائل مما يدفعه الناس لإرسال هذه الرسائل أما كيفية جعل مثل هذا الأمر يائزا شرعا فهو ما تقدم إما مع وجود محلل يعني أناس يشتركون دون دفع هذه الرسوم و أن تكون الجوائز أيضا من خارج هذه الأموال و أن لا يكون يعني في مقابل هذه أن تكون في مقابل دخولهم خدمات توازي أو تساوي قيمة ما دفعوه من أموال نعم طيب في هذا الموضوع أيضا في حضرة شيء يقوم بالتعبئة و فجأة يتقدم إليه عامل المحطة بمجموعة كوبونات نعم من أجل الدخول في سحب معين نعم هو لا يقصدها طبعا و إنما جاءته هكذا و حاجته إلى الوقود معلومة عند إذن يصح له المشاركة في تلك المحطة نعم في هذه الحالة لم يدفع شيئا للدخول نعم في هذا السحب لم يدفع أي مبلغ للحصول على هذه القسائم و إنما قصد تعبئة سيارته بالوقود نعم فحينما فعل ذلك حصل على هذه القسائم ثم بها يدخل في هذا السحب هذا من حيث الجواز لكن التنزه أولى في مثل هذه الحالة لكن يعني لا يمكن أن يقال بأن الحكم يعد دائرة الإباحة نعم في مثل هذه الصورة التي تذكرها هل ينسحب هذا على ما تقوم به المحلات التجارية الكبرى نعم ينسحب هذا أيضا إذا كان بهذه الصورة و كان هو معتادا على التسوق من ذلك المحل و يقصد الشراء و لم يدفع شيئا للحصول على الجائزة و للحصول على العوائد أو الجوائز المعدة و إنما اشتراء السلع من هذا المحل ففي نظير ذلك قدمت له قسائم معينة تخوله الدخول في سحب يحصل منه على جائزة معينة هذا منضبط لا إشكال فيه نعم إذن هذه المسألة الآن أصبحت واضحة بهذه الصورة نعم لأن البعض ربما يجد ترددا في المشاركة في هذه الكبونات أو السحبات هي أنماطها و أنواعها لا تقف عند حد كل يوم أيضا الشركات و المحال تتنافس فهناك قيود أيضا لابد من التقيد بها يعني لا يصح أن تكون الشركة أو المؤسسة التي تقوم بهذا العرض أن يكون نشاطها مخالفا لأحكام الشرع على سبيل المثال أن تكون هي أصلا يعني تتاجر في محرم كالخمور أو في الملاهي كالمراقص أو في المعاملات الربوية كالبنوك الربوية هذه لابد يعني من استحضارها لم نذكرها الآن لأنها معلومة أصلا نعم طيب هل هناك إذن نستطيع القول فضل الشيخ هناك ضابط معين لهذه المسابقات و أن الإنسان إذا أراد أن يشترك فيها إذا كان لا يدفع شيئا فالأصل فيها الجواز لا يعني تسميتها بالمسابقات إنما هو تجوز المسابقات في الفقه الإسلامي لها ضوابطها و ما تكون فيه و شروطها نعم أخذ من أحكام المسابقات بعض الشروط أو بعض التكييف الفقهي لأحكام هذه العروض التي تقدم من قبل المؤسسات و الشركات المختلفة لكن في المجمل هذه هي ضوابطها نعم إذا يعني الشركة لا تتعامل بمحرم هذا من الشروط اللازمة نعم من الشروط اللازمة نعم جميل أزاك الله خير و فضل الشيخ نعود إلى الأخ محمد العمير يقول في قوله تعالى بل الإنسان و على نفسه بصيرة يقول هنا أنثت بصيرة ما الحكمة التاء هنا ليست للتأنيث على يعني ما أحفظ من قول جمهور المفسرين و إنما هي للمبالغة نعم كما في قولهم علامة فلان علامة و فلان فهامة فهذه للمبالغة في تمكن هذا الوصف من الموصوف به نعم فبصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة المبالغة هنا تعني التاء للمبالغة و هي تعني أن الإنسان شديد البصر بنفسه نعم و قيل إنها للتأنيث على تقدير أن المقصود بذلك حجة بل الإنسان على نفسه حجة بصيرة نعم فهي صفة لمحذوف و الموصوف مؤنث فلزم أن تكون الصفة مطابقة للموصوف نعم و قيل بأن أن المقصود جوارح الإنسان فالعود على محذوف أيضا و هو مضاف بل جوارح الإنسان على نفسه بصيرة و بالتالي فهي عائدة إلى محذوف مقدر و هو مؤنث لكن أكثر المفسرين على أن التاء ليست للتأنيث و منهم زمخشري و منهم الشيخ القطب رحمه الله تعالى فهم يرون أنها تاء المبالغة كما في قول القائل فلان أو الشيخ الفلاني علامة و فهامة نعم فهذه التاء ليست للتأنيث و إنما هي للمبالغة نعم و ضمن الأسئلة التي لم نطرحها فيما يتعلق بأسئلة الدارسين في الخارج نعم السؤال يقول طالب العلم في الخارج يطلع على أحوال بعض أهل بلده ممن انحرفوا عن جادة الصواب لكن في الجانب الآخر لا يجد متسعا من الوقت للقيام بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بسبب ضغط الدراسة فهل عليه شيء إن قصر في هذا الجانب نسأل الله عز وجل أن لا يؤخذنا بتقصيرنا نصيحتنا أن يسعى قدر المستطاع إلى أن يكون له دور في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لو بكلمة طيبة و لو بنصيحة يسديها إلى إخوانه قدر استطاعته و اليوم أتاح الله عز وجل بفضله و منته من الوسائل ما يعين على تحقيق مثل هذا الغرض بأدنى جهد نعم فيمكن له أن يرسل تغريدة أو أن ينشر كلمة طيبة أو أن يوجه نصيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يأمر فيها بمعروف ينهى فيها عن منكر ينبئ فيها إلى خطأ في المجتمع الذي هو فيه بحيث لا يفرط لا يترك و نخشى أن يتعلل الناس لا سيما من طلبة العلم بالضغط الحاصل عندهم من جراء الدراسة و الامتحانات و المذاكرة و السفر فيترك هذا الباب بالكلية و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول الدين النصيحة و الله عز وجل يقول و العصر بسم الله الرحمن الرحيم و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و على هذا فإن على أخينا أن يجتهد قدر استطاعته في أن يؤدي ما عليه و أن يوازن بين هذا الواجب و بين ما يلزمه من الاجتهاد و الدراسة و المذاكرة من أجل التفوق و النجاح بإذن الله تعالى و هو قادر بتوفيق الله عز وجل على هذه الموازنة نعم قرأتم سورة العصر من دون بسملة ثم رجعتم و بسملتم هنا سؤال يتعلق بهذا الموضوع السائل دخ خالد يقول هل يصح أن يبسمل المصلي عند قراءته في الصلاة في غير بداية السور الجواب أن البسملة آية على الصحيح في بداية كل سورة رسمت فيها نعم فمحلها إذن بداية السورة فيأتي بها القارئ عند بداية قراءته للسورة سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها على ما هو الراجح عندنا و عند مذاهب المسلمين فإن طائفة منهم أو إن جمهورهم يرون بأنه لا يؤتى بها حتى في الصلاة فمنهم من يرى الإتيان بها سرا دون الجهر و هو قول الأكثر منهم و منهم من لا يرى الإتيان بها في الصلاة لكن محل السؤال هنا هو الإتيان بها في أثناء السورة نعم و الصحيح أن هذا ليس هو المشروع لأنها آية في بدء السورة لكن إن أتى بها لأنها آية من كتاب الله عز وجل فلا حرج عليه في ذلك ولا يؤدي هذا إلى نقض صلاته لكن لا يتعمل الإتيان بها نعم إن كانت في سورة النحل فهي آية في السورة نفسها في قوله تعالى إنه من سليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا أظن أنه يسأل عن هذا المحل و إنما يسأل عن الإتيان بها في صلاة في غير هذا الموضع و على هذا فإنه ليس له لا ينبغي له أن يتعمد الإتيان بها في أثناء السورة لكنه إن أتى بها فإن ذلك لا يؤدي إلى نقض صلاته نعم لو قرأ آية الكرسي مثلا و بسملة في بداية لا يؤدي ذلك إلى نقض صلاته لكن لا ينصح أن يأتي بها في هذا الموضع لأنه ليس ذلك من ليس ذلك هو موضع الإتيان بالبسملة سؤال آخر أيضا يقول ما حكم وقف النقود بحيث يقوم ناظر الوقف بتثميرها في مشاريع قليلة قليلة المخاطر و ريعها يدفع للفقراء أو تقرض قرضا حسنا للمحتاجين وقف النقود هو من المسائل التي تحدث عنها الفقهاء و في دورة مجمع الفقه الإسلامي التي عقدت في مسقط في عام خمسة و عشرين و أربعمائة و ألف خرج المجمع بقرار يجيز وقف النقود و سبب الخلاف هو كون النقود أثمانا هي ليست من الأصول التي يمكن أن تحبس و تجعل غلتها في مصدر موقوف عليه لأن الأصل في الوقف هو حبس أصل و تسبيل منفعة ذلك الأصل و هذا غير متحقق في النقود لأن النقود ليست بأصول و السؤال هنا عن النقود بمعنى الأوراق النقلية التي نستخدمها نحن اليوم لكن مع ذلك ناقش الفقه هذه المسألة و رأوا أنه يمكن أن تجعل هذه النقود أن تعامل معاملة الأصول فيما يتصل بجعلها لمنافع الإقراض على سبيل المثال يعني أن يقترض منها المحتاج ثم يعيدها يعيد قيمتها و يعيد مثل قيمتها بعد ذلك و هذه تحقق له منفعة يكون في عوز و احتياج فيقرض من هذا المال من هذه الأموال المتروكة وقفا لمثل هذه الحالات على أن يرد مثل قيمتها لأن ليس المقصود في النقود أعيان هذه النقود لأن مثلها يقوم مقامها و لهذا كان المدخل لإباحة وقف النقود لكن تثمير هذه النقود و هي موقوفة هو الذي فيه إشكال أكبر من الإشكال السابق لأن تثميرها يعرضها لاحتمال الخسارة و الأصل في الوقف الديمومة و هذا هو من إشكالات الخلاف في النقود إذ لا يتصور جعل النقود بحيث تبقى دائمة على خلاف الأصول فإن الأصول يمكن أن تبقى و يتفاوت ريعها بعد ذلك كثرة و قلة لكن الأصل نفسه الأصل الذي حبس يبقى فيتصف بالديمومة هذا لا يسري على النقود لكن وجدت صياغ من الأوقاف لأن الديمومة التي لا نهاية لها مستحيلة و بالتالي فهي نسبية أيضا كوقف الكتب على سبيل المثال لا يتصور أن يعمر كتاب عين ذلك الكتاب بكي يبقى الزمنة المتطاولة البعيدة و إنما يمكن أن يستنسخ بعد ذلك و هو الذي يبقي مادة الكتاب و هذا نوع من أنواع الأوقاف التي وجدت فلذلك رخص المعاصرون في وقف النقود بالصيغة السابقة لكن في تثميرها نظر لألفقها لأن تثميرها و استخدامها أو إدخالها في المشاريع يعرضها لخطر الخسارة مع أن الوقف لا بد أن يكون مضمونا نعم لكن الرخصة كما أشارهم في السؤال هو في نوع من التثمير الذي تكون نسبة المخاطرة فيه ضئيلة جدا ضعيفة جدا بحيث كأنها منعدمة نعم إذا وجد هذا النوع من المشاريع فلا مانع من تثميرها و تنميتها لكن يبقى أصلها هو الذي يصدق عليه أنه وقف يعني رأس المال أن يبقى رأس المال الموقوف أصلا بحسب شرط الواقف نعم لأن شرط الواقف في الأوقاف كالشرع كم بما أنكم تحدثتم عن التكيف الفقهي و عن قضية أو المسألة المتعلقة بالأحكام الفقهية عندما يوقف الإنسان نقوده الأخ خالد الحضرمي يسأل عن المشاريع التي لا بد أن يدخل فيها الأثرياء بشيء من المساهمات و يطلب منكم نصيحة لنقرأ سؤالهم نعم يقول نرى بعضا من أهل الثراء يحكمون عن المشاركة و المساهمة في مشاريع البر التي يسعى أهل الخير إلى تبنيها و إنشائها مما يسهم في توقف تلك المشاريع فترات طويلة و بالتالي تخور العزائم نطلب منكم فضلة شيخ كلمة في تشجيع الناس على الإنفاق و حثهم على هذه الثقافة التي تكاد تكون معدومة في مجتمعنا و نصيحة أيضا لمن يتبنون تلك المشاريع تشجعونهم بها و هل على من بيده الأموال الطائلة من إثم إن لم يسهم في تلك المشاريع يقول الله تبارك و تعالى و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه و يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم ففضل الإنفاق في سبيل الله تعالى عظيم و نجد في كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة يقدم فيها الله عز وجل ذكرى الجهاد بالمال على الجهاد بالأنفس و هذا يدل دلالة واضحة على فضل إنفاق الأموال في الوجوه المختلفة التي يحبها الله سبحانه و تعالى و تعود بالنفع و المصلحة على المجتمع و لهذا فإنه لا يصح لأغنياء الميسورين أن يتراخوا عن تحقيق المنافع و جلب المصالح و إقامة المشاريع لمجتمعاتهم و لأوطانهم ورد في بعض الروايات قوله صلى الله عليه و سلم إن في المال حقا سوى الزكاة و هذا تشهد له بعض الآيات من كتاب الله عز وجل التي تؤكد أن هذا الحق هو حق آخر غير حق الزكاة الواجب على الأغنياء للفقراء و كل ذلك إنما يقصد منه دفع ذوي اليسار في المجتمعات إلى أن يتنافسوا في أبواب الخير و إلى أن يحوزوا هذا الفضل العظيم و إلى أن يقدموا لأنفسهم شكرا لله عز وجل على ما بسط عليهم و أداء لهذا الواجب و تطلبا لمزيد من النعم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما نقص مال من صدقة و قد كان صلى الله عليه و سلم يأمر بالصدقة و يحث عليها و كان صلى الله عليه و آله أي ود من الريح المرسلة كان يعطي الصدقات و كان يتحسس أحوال الفقراء و المساكين و كان يأمر أهل بيته و يأمر النساء المؤمنات أن يتصدقن و لو بالشيء اليسير و قال فإن الصدقة تقي مصارع السوء و قال تقي ميتة السوء و قال داووا مرضاكم بالصدقة كل هذه إنما هي من الأدلة الشرعية الحاظة الحاثة على التنافس في هذا الميدان الذي يحبه الله سبحانه و تعالى و يقرب إليه زلفا و يبلغ العبد منافع في آخرته كما يبلغه مصالح في دنيا و لهذا فإنه لا ينبغي لأهل اليسار أن يتكاسلوا عن هذا الباب و أن يتركوا مجتمعاتهم في عوز و حاجة لا سيما في هذا الوقت الذي بسط فيه للناس الخير و تكدست الثروات فإن عليهم أولا أداء مفترض الله عز وجل من أمر الزكاة ثم بعد ذلك يكون التنافس في الصدقات في صدقات النوافل أما ما يشير إليه السؤال من أمر بعض حالات الصدقة الواجبة فهي أيضا على مراتب و هي على أنواع فإنفاق الرجل على أهل بيته هو من الصدقات الواجبة و من الإنفاق الواجب عليه سد حاجة المجتمع حينما يكون هناك عوز يمكن أن يفضي إلى تلف أو مهلكة أو مضرة بالغة هو أيضا من الإنفاق الواجب من الصدقات الواجبة على الأغنياء و هذه هي الحالات الواجبة التي يكون فيها التصدق واجبا و مع ذلك لو أن الناس أدوا زكوات أموالهم لو أن الأغنياء أدوا زكوات أموالهم و بسطوا أيديهم بالخير و تنافسوا في ميدان الإنفاق في سبيل الله لعمل خير المجتمع و كثرت البركات و ازداد النماء في أموال الأغنياء و في المجتمع لأن قيام الأغنياء و ذوي اليسار بهذه المسؤولية يؤدي إلى استلال العداوات من النفوس من نفوس الفقراء و إلى إزالة الطبقيات و إلى تحقيق التكافل الاجتماعي و هذه هي من أبرز مقاصد هذه الشريعة حينما جاءت بهذه الأحكام و حينما جعلت المال لله عز و جل و ما الناس إلا مستخلفون في هذه الأموال لقوله تعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه و قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه هذه هي كلمتنا لإخواننا نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين فضل الشيخ و نحن لازلنا أيضا مع سئلة الإخوة الذين أرسلوا أسئلتهم عن طريق الفيسبوك و تويتر ننتقل هذه المرة إلى أسئلة التويتر و السائل أبو راشد الريسي يطلب منكم أيضا نصيحة للأخوات الدارسات في الخارج كي يتجنبن مغريات الحياة و يحترسن لدينهن لا ريب أن وضع المسلمات في السفر هو أشد خطرا من وضع الرجال لأن المرأة المسلمة مأمورة بأن لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم فعليها أولا أن تحرص على هذا الضابط على هذا الحكم الشرعي الذي تضافرت عليه أدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع و في غير ما مناسب ثم عليهن بعد ذلك أن يلتزمن بالحشمة و العفاف و أن يكون حريصات على تمام الستر و على كمال الستر و أن يتجنبن مواضع الريبة و كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة و أن يحافظن لا ريب على دينهن على صلاتهن و على مفترض الله عز وجل عليهم و أن يخترن أيضا القرينات الصالحات التي يذكرنهن بالله عز وجل و بحقوقه عليهم و أن يكون مبادرات إلى كل ما يغلس في نفوسهن الخشية من الله سبحانه و تعالى و الخوف منه هذه هي نصيحتنا و هي حق يعني في شأن المسلمات في شأن المرأة المسلمة ما يتصل بالستر و العفاف و الحشمة و الحياء هذه خلال ألزم في حق المرأة منها في حق الرجل هي كلها مطلوبة مأمور بها للرجال و النساء لكنها ألزم في حق النساء لأنهن مأمورات بكمال الستر و بالبعد عن الريب و بالحشمة و الحياء و بالعفة و العفاف فعليهن أن يحرصن على كل ما يحقق لهن هذه الخلال و أن يبتعدن عن كل ما يمكن أن يكون مزلة قدم نسأل الله تعالى لهن و لسائر نساء المسلمات الستر و العفاف أحد الأخوة أيضا في التويتر يسأل يقول هل من الممكن أن يحدث الحسد بين قوسين هكذا وضع العين من خلال رؤية صورة الشخص لا أعرف هذا يحتاج إلى دليل أما الحسد عيانا فهو ثابت و دل عليه كتاب الله عز وجل و أبرز دليل في ذلك ما أنزله الله تعالى من سورة الناس حينما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس و سورة الفلق حينما قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق إذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد إذا حسد و دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكلت أن العين حق لكن أن يكون تأثير ذلك بالنظر إلى صورة لشخص آخر فهذا يعني يحتاج إلى بحث و إلى أدلة و يعني لا جواب عندي في هذه المسألة سائل آخر أيضا يقول لا خاسم طبعا يقول رجل و زوجته و طفلتهم الصغيرة يسكنان في شقة أو بيت و لديهم عاملة ما حكم وجود الرجل في المنزل عند ذهاب زوجته للعمل علما أنه يصعب عليه أن يبقى خارج المنزل لسبع ساعات و ترك الطفلة لوحدها مع العاملة و هو يعمل مساء و يحتاج أن يرتاح في المنزل في وقت الصباح لا هذه خلوة بامرأة أجنبية في محل للخلوة فالبيت محل للخلوة و الطفلة صغيرة فلذلك ليس له أن يبقى مع امرأة أجنبية عن هذه المدة و بالتالي لا بد من إيجاد الحلول التي تقيهم الوقوع في هذه الخلوة المحرمة فإن لم يكن هو قادرا على الخروج إلى مكان آخر فلتخرج العاملة إلى محل آخر أو ليرتبوا أوضاعهم بحيث لا يوقعوا أنفسهم في هذه الخلوة المحرمة إذا كان هناك جزء من البيت معزول فضل الشيخ كأن يكون المطبخ و لواحقه من قاعات الطعام و غيرها فهي صعب القول طالما أنهما لوحدهما في البيت فهذا بيت مغلق فيه غرف و هذه هي من المحال التي تكون محال للخلوة و بالتالي عليهم أن يرتبوا أوضاعهم بحيث يتجنبوا الوقوع في هذه الخلوة طيب فضل الشيخ شكرا الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم و لحديثها الآخر ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما و هذه خلوة في مكان يعني يأمنان فيه من دخول الغير و في محل هو مظنة للفتنة و مظنة الفتنة هي من العلل البينة الواضحة لمنع الخلوة عند جمهور بل عند كل العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية ربما نجد فرصة فضل الشيخ لتوسيع الحديث حول هذا الموضوع شاء الله و إنما الآن وقتنا قد انتهى و نشكركم على هذا العطاء الثر كزاكم الله خيرا عزائنا الكرام نشكر و إياكم خضيرة شيخ الدكتور القليل كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المهتي العام للسلطنة كما نشكركم أيضا على حسن متابعتكم و نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى لاستيعاب المزيد من الأسئلة شكرا لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا و نسلحها و نعتري الخلد حيث الفقه في الدين هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعة الشمس في كل المياد